استكمالاً الحقيقة طبعاً هنبتدي بالأخبار الإبطية وأيضاً قداسة البابا تودرس زي ما حضراتكم علمتم أنه كان عاد للوطن بخير الحمد لله وسلام وكان ألقى عيزة الأربعاء الماضي كان فيه إحدى كنائس الجوة الكاتدرائية كنيسة الأنبابشوي وتحدث قداسة البابا عن ما كان يعانيه من آلام وأنه الآلام اللي كان بيعاني منها قبل العملية كانت مخلياة يجلس على كرسي متحرك قبل حتى ما يجري العملية العملية كانت في العمود الفقري والحمد لله تمت بنجاح وكانت عملية ميكروسكوبية أو بالمنزار أو بالتلسكوب يعني أو بالمنزار والحمد لله كانت كويسة وفي نفس الوقت التحسن بعدها وكان مفروض يعد حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع علاق طبيعي لكن حس التحسن كبير الحمد لله وعاد إلى أرض الوطن بسلام وحكى كعادته يعني بيحاول برضو يدي فكرة عن التطورات اللي كانت بيمر بيها ونشكر ربنا لأنه الحمد لله بسلام وطبعا فاكرين أنه كان الرئيس تواصل مع البابا برضو وشيخ الأزهر فقدم البابا من خلال برضو العزة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشكر للفضيلة الشيخ الأزهر وأيضا بابا الفاتيكان اتصل به ووجه الشكر للطبيب اللي كان بيعالجوا في ألمانيا وكل طقم التمريد وكنا عرضنا عليكم ما كاتبوا أيضا على صفحته الحلقة اللي فاتت والعزة كانت بعنوان تمسكوا بالحسن أيضا كمان بالنسبة ليه هيكون فيه رحلة تانية مصدر كنسي كشف أنه هيكون فيه رحلة علاج تانية للبابا تودرس هيكون بعد احتفالات عيد الميلاد وأنهما كانوا برضو الأطباء نصحوا قدست البابا بالالتزام بالراحة التامة وهيروح مرة تانية للنمسا يعني هو عمل عملية في ألمانيا وكانت العلاج الطبيعي في النمسا وهيكون برضو استكمال مرحلة العلاج الطبيعي بعد عياد الكريسماس وعيد الميلاد إن شاء الله يعني 7 يناير هيكون فيه رحلة تانية لقداسة البابا كانت هناك عدة استقبالات اللي قام بها قداسة البابا خلال الأيام اللي فاتت استقبل بالمقر الباباوي بالكاتدرائي الملكوسية بالعباسية صباح أمس عضو البرلمان الفرنسي سيناتر رونان لجولات زيارة عضو البرلمان الفرنسي للكاتدرائية تأتي في إطار زيارته الحالية لمصر أيضا الوفد اللي كنا تحدثنا عنه الحلقة اللي فاتت اللي هو وفد الفاتيكان اللي جاي علشان يزور مصار رحلة العائلة المقدسة ويبتدي طبعا دراسة متأنية بالتعاون مع وزارة السياحة على اعتبار أنه زي ما كان أقرها بابا الفاتيكان بأن هي تعتبر مصار العائلة المقدسة منطقة للحج من الفاتيكان وأوروبا وكل المسيحيين على مستوى العالم المجموعة دي استقبلهم قداسة البابا في قاتدرائي الملكوسية بالعباسية وكان معهم السيد يحيى راشد وزير السياحة وأيضا كان طبعا تحدث البابا مع الوفد حول ما وصل له الوفد بالنسبة لكل الإجراءات اللي بيقوم بيها وأخذوا صور تسكرية وطبعا أنه هيكون فيه إن شاء الله دعم للسياحة الدينية في مصر ولا سيما مصار العائلة المقدسة اللي اعتمدته الحكومة المصرية وكان أقره بابا الفاتيكان البابا فرانسيس والبابا قال أنه المسيح يعتبر أول سائح يزور أرض الكنانة مصر الوفد كان زار منطقة ودي النطرون كمان وزار أماكن عديدة جدا وزار مزارات الشهداء والقدسين بالكاتدرائي الكبرى والكنيسة البوتروسية يعني الوفد عمل يمكن زيارة لكنيس كتير وبالتحديد كانت أهم حاجة اللي هي كل المناطق اللي كان عاش فيها المسيح في فترة وجوده في مصر وفي نفس الوقت برضو زي ما بنقول كان الترتيب للخطوات يعني لو فيه رحلة النهاردة هتنزل هتنزل هتكون مصار إزاي هتمشي إزاي كل دي كانت من اهتمامات الوفد أثناء زيارته لمصر كمان الوفد برضو التقى شيخ الأزهر نفس الوفد التقى شيخ الأزهر وشيخ الأزهر قال لهم أنه هو بيفتخر بانتماءه لهذه البلد التي قوت المسيح وأمه مريم شيخ الأزهر استقبل أيضا أمس الخميس السيد يحيى راشد وزير السياحة وأيضا وفد الفاتيكان وأرسل من خلالهم الشكر لقدسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على رسالة المودة والمحبة بين الأديان السمائية وبين الشعوب التي ينادي بها دائما وأكد الشيخ الطيب على فخره بأنه ينتمي لمصر البلد التي قوت السيد المسيح وأمه السيدة العزراء وكده يعني نتمنى إن شاء الله يبتدي بالفعل تنفيذ أو يعني استقبال الرحلات وكان بيقال إن في شركات السياحة كانوا أعلنوا إنه بالفعل تم بعض الحجوزات وإن شاء الله يعني دا ينتعيون عيش السياحة في مصر مع برضو عودة السياحة الروسية إن شاء الله بنفكركم برضو طبعا إحنا الحلقة اللي فاتت تحدثنا بالتفصيل عن موضوع قوم اللوفي وأقباط قوم اللوفي وتنازلهم عن القضية ضد الثلاثة وعشرين مسلم اللي كانوا اتهموا بحرق المنزل بتاع أشرف وأخوه وبعد يعني وبالفعل بعد ما تنازلوا وحصل التصالح أخذوا البراء تلاتة وعشرين شخص اللي كانوا متهمين والبلد الحقيقة كانوا مبسوطين جدا ورفعوا شعار مسلم مسيحي إيد واحدة أهالي قرية قوم اللوفي بمركز ساملوت شمال ألمينيا رفعوا شعار مسلم مسيحي إيد واحدة والعيش في أمن وسلامة وإعادة الهدوء والمحبة بين أبناء القرية وطبعا يعني زي ما قبل الأحداث اللي حصلت وده زي ما بقول لكم أو زي ما قلت لكم أنه بعد حصول الثلاثة وعشرين متهم المسلمي القرية على البراءة بعد قيام المجني عليهم من الأقباط بدقديم محضر تصالح وتراضي ونفي الاتهام أمام هيئة المحكمة قرر أيضا أهالي قرية الموافقة على إقامة دور عبادة اللي هي الكنيسة للأقباط اللي تم الموافقة عليها على أطراف القرية لإقامة الشعائر الدينية وإنه هيكون فيه بدء في البناء عقب موافقة اللجنة المختصة بفكركم أيضا أن احنا كل يوم سبت بتكون فيه التسبحة وفي بعض الكنيس بتعمل كمان الجمعة تسبحة كياهك في بعض الكنيس بتكون أكتر ولكن الحقيقة يعني احنا شفنا بتبقى كان فيه برضو نيافة الأنبة يؤنس وهو يعني أكثر من اشتهرة بتسبحة كياهك اللي هو بكياهك الشهر المريمي وبتكون كلها عبارة عن مدايح للعدرة وأنه طبعا العدرة مريم زي ما احنا عارفين في الوقت ده لما جالها الملاك وحبلت من الروح الكدس وحملت السيد المسيح في أحشائها عشان كده الكنيسة القرسزوكسية بتهتم جدا بتكريم السيدة العزراء في هذا الوقت من كل عام أيضا بجانب أنه نيافة الأنبة يؤنس بيصلي كثير من تسبحة كياهك مع الأقباط في كثير من الأماكن كمان نيافة الأنبة روفاقيل كان ترقص أيضا تسبحة كياهك في كناء في مساء الخميس في الكاتدرائية المركسية بالأسكندرية يعني دي برضو بتكون حاجة جميلة وزين بقول لكم في بعض الكنيس بتكون يومين في بعض الكنيس على مدى الأسبوع لكن يعني الحقيقة بتبقى فترة جميلة جدا أيضا بنهنئ رهبان جدد في جبل أخميم تمت رسامتهم وصلوات طاقس الرهبنة لأربعة من طاليب الرهبنة بيد صاحبي النيافة الأنبة متاقس أسقف ورئيس دير السوريان والأنبة بسادة أسقف أخميم وسألتا والمشرف على دير الشهداء والرهبان الجدد هم الراهب بولا الراهب ويسا الراهب متاقس والراهب قراس وشارك في صلوات السيامة عدد من أباء رهبان أديرة السوريان والعدرة بجبل أخميم والملاك بجبل أخميم والأنبة شنودة رئيس المتوحدين بسهاج كما شارك أيضا عدد من كهنة إبارشيات طهتة وجهينة من سهاج والمنشاة ومراغة أخميم وسألتا وجيرجا وإسنا وأرمات بنهنيهم وربنا يبارك في خدمتهم وصلواتهم كمان فيه بعد الكلام الكتير اللي كان على المواضيع بتاعت بالنسبة لكاثوليك الفترة اللي فاتت الحياة في لمحة جميلة وفد من مترانية سهاج زهر باتريارك الكاثوليك زهر نيافة الأنبة بخوم أسكف سهاج والمنشاة والمراغة رافقه وفد من الأباء الكهنة زهروا مقر مترانية الأكباط الكاثوليك بسهاج للترحيب بغطة الأنبة إبراهيم إسحاق باتريارك الأكباط الكاثوليك بمصر والذي يزور سهاج حاليا نيافة الأنبة يوسف أبو الخير متراني الأكباط الكاثوليك بسهاج وعدد من الكهنة كانوا في استقبال وفد مترانية سهاج وأنه برضو هيكون فيه السبت إن شاء الله هيكون فيه زيارة غبطة الباتريارك لمترانية سهاج الباتريارك الأنبة إبراهيم إسحاق بالنسبة لمتابعة الفعليات بعد نياحة الدكتور ساروت بسيلي وصل للنهاردة جثمانه من أمريكا وهيكون الوداع غدا إن شاء الله في كنيسة مدينة نصر وصل جثمان الدكتور ساروت بسيلي إلى كنيسة السيدة العزراء والأنبة شنودة بدير بمدينة السلام بعد أن وصل إلى مطار أكاهرة قادما بطائرة خاصة من مدينة شيكاغو الأمريكية بصحبة أسرته لدفنه بمقابر العائلة في مصر وكانت هذه هي الدعوة التي تم توزعها وانتشارة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور صلاة القداس الإلهي غدا بكنيسة القديسة العزراء مريم والقديس البابا أسانسيوس الرسولي في مدينة نصر والأسرة أعلنت أنها ستستقبل ألعزاء الساعة السادسة مساء يوم الأحد 17 ديسمبر بالقاعة الكبرى أسفل القاتدرائية المركصية بالعباسية حقيقي رجالا كتبت سيراتهم بأحرف من زهب ونور لا يموتون دكتور سروة بسيلي رجلا لا تكفي الأبجادية لوصفه وداعا الجهري الثاني الدكتور سروة بسيلي وهو طبعا كان رائد من رواد صناعة الدواء في مصر نياحا لروحي وعزاءا لكل أسرته وزي بقول حضراتكم هيكون بكرة إن شاء الله صلاة القداس ممكن برضو نتأكد من الوقت مرة تانية معلش من الدعوة الصلاة القداس أعتقد هتكون الساعة 11 أو 12 معلش من الدعوة مرة تانية نتأكد صلاة القداس واحدة الساعة واحدة ظهرا والاستقبال العزة هيكون بعد الظهر بالقاعة الكبرى الساعة ابتداء من الساعة السادسة مساء يوم الحد يعني غدا إن شاء الله وحدة ظهرا بتوقيت القاهرة هيكون التشريع الجنازة وطبعا هيكون بوجود قداسة البابا توادرس بنفكر حضراتكم برضو إحنا لسه متذكرين يعني مش بننسى وبتحدثنا فيها الحلقة اللي فاتت وبنتحدث كل حلقة لحين انتهاء مشاكل الكنيس المغلاقة اللي إحنا محتاجين اللجنة بيت فيها بسرعة وبنفكركم برضو بنفكر محافظ المينيا بأبونا موسى اللي مازال معتصم لغاية دلوقتي في كنيسة ماري جرجس المينيا بقرية الشيخ علاء منذ أن تم إغلاقها من قبل الأمن في المينيا في 15 أكتوبر 2017 والغاية دلوقتي هل يترى قوات الأمن في المينيا والمحافظ هيسمحوا أنها تتفتح في تسبحة كياكل يومين دول وصلوات الميلاد ولا هنظل بهذا الواضح الله أعلم طبعا ولكن الحقيقة يعني بنتمنى تكون لفتة جميلة الحقيقة من محافظ لو يعني سمح بالصلاة في هذه الكنيسة اللي حتى أبونا قاعد فيها كنوع من أنواع الاعتراض على إغلاق هذه الكنيسة ومفيش حد يا جماعة يعني محدش مثلا من اللي حواليهم معترض فأنا مش فاهمة أمن المينيا معترض لي كنيسة ماري جرجس بالمينيا وكنيسة برضو البابا كرولوس والأرشد يكن حبيب جرجس في شبرة الخيمة مش عارفة الكنيس دي يعني بصراحة وكنيس كتيرة اللي احنا تحكينا عنها الحلقة اللي فاتت نتمنى يا رب أنها يعني نبتدي بقى يعني نشوف إن شاء الله إيه الأخبار فيه برضو كان دكتور سعد الهلالي كان بيقول الحمد لله أنه يجوز أن يكون الإبتي قادي لأن الولاية للقانون وشهادة المرأة مثل شهادة الرجل ما عرفش موضوع شهادة المرأة مثل شهادة الرجل دي برضو مشكوك في يعني موضوع أعتقد أنه هيتم دراسته هو كان طالع مكان عمر أديب في حلقة أول أمس تقريبا أو مبارح مش فاكرة يعني المهم وكان تحدث عن أمور كتيرة وفيها ذكر موضوع أنه الإبتي ممكن يكون قادي وأنه المرأة وشهادة المرأة مثل شهادة الرجل برضو كان مستمر يعني نجيب سويرس في وجوده على تويتر يعني دي حاجة برضو جميلة وواضح أنه هي حد يا جماعة إذا تواصل مع المهندس نجيب سويرس رجل الأعمال المعروف ومؤسس حزب المصريين الأحرار يتواصل معه عبر تويتر المرأة اللي فاتت كان في حد سأله أنت قاعد على تويتر ومال عملت صروتك إمتى فقال له عملتها خلاص المرأة دي كان سؤال تاني أنه بيقولوله ليه مش بنشوفك في منصب رئيس وزراء مصر أو على الأقل وزير اقتصاد أو على الأقل على رأس لجنة اقتصادية عليا تدير اقتصاد البلد فنجيب سويرس كان رد بيقولهم عشان أنا بعشق حريتي وبحب بعيش من غير قيود وأنطالك بحب الموسيقى بحب السينما المهزة في العام لازم يكون منضبط وأنا ممكن أفيد بلدي من غير منصب كويس أنه أتطرقش برضو المواضيع تانية ولكن يعني الحمد لله يعني هو قال لك أنا عايز ما يبقاش علي قيود فيعني أنا بساطة قوي نحن عندنا دلوقتي كتير جدا يا جماعة موجودين على تويتر عايزين تتواصلوا مع دونالد ترامب هتتواصلوا على تويتر كرئيس أكبر دولة في العالم كل دلوقتي الحمد لله تويتر يعني جمع المشاهير وجمع الكل وخلى المسافات قريبة قوي قوي بيننا وبين يعني كل الناس اللي كان زمان ما تعرفش توصل لهم فدلوقتي اهو أي حد بعيز حاجة من نجيب سويليس يتواصل معا على تويتر في انتظار برضو لغاية دلوقتي فيش أحيجة عن موضوقة إدراءات العاصمة الإدارية الجديدة بأنه هتصلى فيها العيد ولا لأ ولكن ده الشكل اللي احنا برضو عرضناه عليكو قبل كده بأنه هو ده الشكل اللي هتكون الشغل كله في الكنيسة نفسها دلوقتي على قدم الوصاق بحيث أنه يمكن ربنا يسهل يا رب يعني ينتهو منها وده طبعا المكاتب بتاعها اللي هو والمشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نتمنى يا رب إن شاء الله أن يكون فعلا لأنه ده كان وعد الرئيس أنه هم يتصلى فيها عيد الميلاد السنة الجاية 2018 فربنا يسهل إن شاء الله كان فيه افتتاح مكتب دير سانت كاترين وانتهاء أعمال الترميم بكنيسة التجلي السبت المقبل الدكتور خالد العناني هيفتتح الكنيسة وزير الأثار هيفتتح عفوا مكتب مكتب عفوا دير سانت كاترين وفيه تم انتهاء أعمال الترميم في فوسيفساء التجلي بكنيسة التجلي أكبر كنائس دير سانت كاترين الافتتاح هيكون غدا إن شاء الله والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء بيؤكد أن كنيسة التجلي تجمع بين العمارة والفنون البيزنطية فيه كمان كان مرنم ماهر فايز كان ضيف على ندوة عن التصوف المسيحي بجامعة القاهرة ودي كانت نظمتها كلية الأداة بجامعة القاهرة عفوا هتنظمها لحد مسائل أحد المقبل عن التصوف وبيشارك فيها المرنم الكبتي ماهر فايز والدكتور كرم عباس مدرس الفلسفة المسيحية بالنسبة بقى للمواضيع بتاع تغيير الملة علشان الحصول على مشكلة الجواز التاني فالمحامي أيمن عطية قال أن شهادة تغيير الملة هي الملجأ الأخير لدى الألاف من منكوبين الأحوال الشخصية بعد أن فشلت الكنيسة في حل مشاكلهم وقال أن ده حل جيد في بعض الأمور المعقدة هاني عزة رئيس منكوب الأحوال الشخصية قال لك يا جماعة على فكرة الموضوع تغيير الملة ده ده مش ببلاش شهادات تغيير الملة بتتراوح القيمة اللي بتدفع عشانها ما بين 40 و70 ألف جنيه وقال أن بعض اللي هم عندهم مشاكل عشان يغيروا الملة علشان يبتدوا عشان جوزوا جواز التاني قال أن هم اقترضوا من البنوك علشان خاطر يقدروا يدفعوا الأموال دي نتمنى أنه يحل يعني إحنا في انتظار برضو موضوع فيه ناس لسا تسألني على القانون فأنا بقولهم يا جماعة القانون لسا أساسا ما انتهاش بالنسبة للكنيسة قانون الأحوال الشخصية المفروض يخرس في الكنيسة يروح لمجلس النواب ويكروا مجلس النواب بعدين يروح الحكومة ويتم إقراره والعمل به لكن كل ده لسا ما خلصش يعني لسا أساسا ما طلعش من الكنيسة فأوضح أنه بياخد وقته وبدأوا يصيروا قصة موضوع من 40 ل70 ألف علشان تشتري شهادة تغيير ملة عشان يبقى فيه زواج تاني ربنا يرحم أنا مش هعلق على المواضيع دي ولكن يعني عموما يعني دي التسعير لو حبينا نتحدث عن بالنسبة لبعض الأخبار من مسيحي الشرق الأوسط والعالمي الكنيس في الأردن الحياة كانت بتدعم ودقت أجراصها تنديدا بقرار دونالد ترامب بشأن القدس وده كان مساء الأربعاء في وقت واحد دقت كنيس عمان أجراصها ونظمت الكنيس كمان وقفة بالشموع حدادا على مدينة القدس بعد القرار الأخير اللي كان للرئيس الأمريكي من جانب اتواقف المسيحية بالأردن كان فيه برضو رسالة بعثتها كنائس القدس لترامب تدعو للتراجع عن قراره بشأن القدس واحترام الوضع الدولي لها حفاظا على السلام المجتمعي فيه برضو كمان المطران عطلة حنة أيضا كان صباح أمس التقى الوفد من الأردن لتغطية الحملة الاحتجاجية على قرار دونالد ترامب بالنسبة لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وأكد أيضا مطران عطلة حنة أنه القرار الأمريكي جاء تتويجا لسياسات وممارسات وأفعال احتلالية في القدس تهدف إلى طمس معالمها وتزوير تاريخها ده يعتبر كده أهم حاجة بالنسبة للموضوع ده فيه برضو من خلال الحقيقة اللي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي قصة جميلة جدا معجزية حاب برضو نطلع حضراتكم عليها شاب كان 17 سنة مات كلينيكيا وبالفعل يعني قعد وقف قلبه متوقف فترة طويلة وعاد للحياة بشكل معجزي وأعلن أنه رأى المسيح قلبه توقف لمدة 20 دقيقة قلبه توقف لمدة 20 دقيقة قلبه توقف لمدة 20 دقيقة زي ما بنقول هو أمس واليوم وإلى الأبد وإنه ما زالت المعجزات موجودة وفيه قصص كتير جدا بتأكد أنه المسيح ما زال يصنع المعجزات حتى يومنا هذا آخر خبر معنا في الفقرة بالنسبة لفقرة تغطية الأخبار الإبطية الداخلية انتهت من خط التأمين دور العبادة قبل الكريسمس أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين دور العبادة قبل أعياد رأس السنة وعيد الميلاد احنا عارفين طبعا 25 ديسمبر الكاثوليك في مصر أيضا بيحتفلوا بعيد الميلاد وبعدين رأس السنة وعيد الميلاد 7 يناير أعلن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أنه هو وكيادات الوزارة أشرفوا على الخطة الأمنية خطة التأمين بتتركز أو ترتكز على الدفع بتشكيلات أمنية بمحيط دور العبادة تفعيل الحرم الآمن لمسافة 800 متر بمحيط كل كنيسة وأجهزة الأمن هتتوجه بعدة مأموريات أمنية تستهدف كمان الشقة المفروشة بمحيط دور العبادة وستشارك الشرطة النسائية في عمليات التأمين ربنا يحافظ على كل الناس في الوقت ده ان شاء الله مش بس في مصر لكن في كل العالم بإذن الله بكده الفقرة دي انتهت دلوقتي وممكن نطلع فاصل صغير وهنرجع نكمل مع حضراتكم باقي